الناس لم تعد تفرق بين مفهوم النظام ومفهوم مؤسسات الدولة لو كان جيشنا جيشا وطنيا مؤسسيا ليس مجرد أقسام لها انتماءات متعددة لما كان اليمن وصلت إلى ما وصلت لكن في جيش يشدع له محليا ودوليا لا استطاع الجيش أن يحسم المعركة الجيش بشكل واضح لم يكن جيشا موحدا فئة من الجيش تتبع فلان وفئة من الجيش تتبع الحزب الفلاني وفئة من الجيش تتبع فلان الثالث المضاد له في التوجه لم يكن جيشا موحدا بعقيدة وطنية واحدة طيب ليش ما فعلش هذا الموقف مع اليمن في 2011 ليش عملته مع مصر بينما اليمن أولى كان بهذا الموقف فعلته مع مصر في لحظة وقف فيها الجيش وحمى مصر ووجدت إعلام في الخارج والحركات الإسلامية وإعلام غربي أوروبي وأمريكي يحاول ضرب الدولة وهدمها من خلال ضرب الجيش فما تكلمت إلا لما رأيت الجيش وقف هنا في مصر موقفا واضحا لا هوادة فيه في أنه قرر يحمي البلد يحمي موجود شيء اسمه دولة تمازك دولة للأسف لم يكن لدينا جيش لديه هذه القدران لألوم الجيش هو لم يؤسس ليقوم بذلك أسس من البداية على تحاصصات في داخل البلد المدرعات تبع فلان والجمهوري تبع فلان والطيران تبع فلان وهنا موجودين أناس من الفئة الفلانية وهنا موجودين من الحزب والتوجه الفلاني لا يبنى جيش بانتماءات